مساسة للمراس ملخص أحداث الحلقة 553 الحلقة النهاردة مشوقة جداً حقاية هتبدأ أن هي تتكشف وكمان هوش تشاهد مع عمها وحاجات كتير تابعاً عن نهاية الفيديو الحلقة بتبدأ بأسيا أول ما بتشوف الورقة اللي مكتوب فيها الفضايح بتاعتها بتبعت وش المطلوب بترد عليها أو بيرد عليها لحد ده وبيقول لها أن هي عايزة تلعب لعبة صغيرة بس المرة دي بشروطه أو بشروطها قالت لها كمان ما انت يا ما لعبتي بالناس اللي حواليك قالت لها يعني إيه اللي حتستفديه بترد وتقول أهو نتمتع شوية بترد وتقول أيوة لكن اللعب ده خطر بس من وراء خسارة مفيش مطع من وراء لكن بترد عليها وبتقول لها لأ أنا حزبط لك عكس ده بس أهم حاجة شروطي تتنفذ كتبت لها أسيا إيه هي الشروط دي بتقول أولاً أن أنت تسمعي الكلام علشان مفيش أي حاجة ممكن تعمليها غير كده وإيه اللي تسمعانك الكلام حتعرضك للخطر أسيا بتبعت لها وإيه تاني شرط قالت لها معنى كده أنك موافقة على اللعبة من بداية قدم بيتكلم مع فهد وبيقول له حقيقة اللي حصل في بيتكو ده السوشيال ميديا مقلوب على جريمة القتل اللي حصلت في الفيلا عندكو بيرد وبيقول له أيوة صحيح قال له طب إزاي يعني حصل إمتى وإزاي وليه قال له تعرف لما تبقى مستأنس كده والمفروض أن أنت بفرح وفي الآخر يحصل جريمة قتل يعني أنا كنت شاهد على جريمة قتل لتصور يعني كان ممكن أكون أنا أصلا المقتول الموت كان قريب جدا أنت متخايد الوضع ده بيقول له أيوة بس أنت كنت قايد أنك هتسيب البيت اللي خلقت راجع تاني ليه بيرد وبيقول له مش عارف أنا رجعت له وما تسألش ليه مش هاينفع أسيب البيت خالص لإني مش عارف ليه بس المهم إن أنا مش هاينفع أسيب البيت دلوقتي خالص بيقول له طيب راشد كان شاهد على الجريمة قال له أيوة وإذا كان يعني ما جايش يبقى مصدوم كلنا مصدومين من ليه بعد كده جدا مزنم تروح تتكلم مع ياسمين وبتقول لها أنت ترجي أنت كلامي غلط إيه اللي خلاك تسيب البيت وتمشي قالت لها كنت حامل إيه منصور كان رفض تمام إن هو يتكلم معي أنا كمان كنت عايزة تديره فرصة أنا كنت فاكرة أسرا أن أنت جاية وهو بعدك رادت وقالت أنت ما تعرفيش منصور وأنا أسرا ما نبعتش أنا مش وسيط وكمان أنت عارفة منصور دي مغناشفة جدا أهم حاجة ترجعي بيتك لك بترد و بتقول لها لو رجعت البيت حيفكرني أن أنا مليش حد ومليش دهر علشان كده رجعت وحيبدأ يعاملني معاملة تاني الجيد ده مزنم ترد و بتقول لها لو حتفضلي مستنية منصور يجي فهو مش جاي أنت عارفة عنيد جدا وكمان أنا كنت عايزة أقول لك هو أنت أصرا متأكدة أن أنت حتفضل مبسوطة جدا برجوعك للشغل ده بلاقي بعد كده خالد بيدور على أوراق مهمة جدا لاجن طبعا صحر ورحتش وكانت أصدا أن هي ما تروحش بيجي لها مكالمة من خالد بيتبتسب بالشكل ده وبترد على أساس يعني أن هي يعني عندها ظروف ومجدش وبتعتذر جدا وفي نفس الوقت بتضحك بيقول لها أنت ليه ما جديش يا صحر إيها أنت إيه اللي خليكي ما تجيش قالت له معلش يا فندا أصلا أنا ما جيتش أشان خاطر كان فيه ظروف يعني معلش يعني تحب مثلا أقول لك على مكان ورق معين قال لها مش حينفع إنتي حترجعي إمتى قالت له خلاص بكرة حبقى موجودة على طول بيقولها خلاص وياريت ما تعملهاش تاني وطبعا بتبدأ صحر تبتسم الإبتسامة دي تقريبا كده عايزة تخطف خالد وتنتقم من زينة وتاخد أبوها منها من لاي بعد كده مشاعر قاعدة مش بيستوعيب اللي حصل في العرص طبعا وبيدخل بعد كده بدري بيقولها الموت كان قريب جدا ياريت استوعيبوا بقى أن الموت ممكن يجيكوا في أي وقت وإن إحنا لنا فلوس عندكم ورازم تردوه خلينا مشاعر بتقول وقته الكلام ده إحنا في إيه وإنت في إيه وكمان إنت أصلا خليت مفيش ثقة بيني وبينجوزي خليتني أحس قدامي أنه هو شطان وإنه مش طيقاء بعد إنت كله جايب عايز إيه أنا مقلت لكش روح سلمني الفلوس أنا يا محذرتك منه لكن إنت بسمعتش الكلام جاي دلوقتي تحطها فيها أنا بيرد بيقولها احترينينا عندكم فلوس كتير جدا إذا كانت عندكم حصلت جريمة أكل فإحنا كمان حصلت جريمة قاتل عندنا لكن إنا عندكم إن اللي ماتت دي رتاحت وإنهم قبضوا على القاتل لكن إحنا مرتحناش والقاتل كمان ما خدش جازاته بترد مشاعر لبتقوله طيب وأنا هعمل إيه في الموضوع ده قال لها أنا عارف إن إنتي مش شريكة منصور وإن إنتي أصلا ما تقدرش تقف قدامه ومتأكد كمان من كده وإنك كمان تخافت واجهي ملاقي بعد كده خديجة بتدخل على القضى اللي فيها الهدايا وبتشوفها ما تبعترب بالمنظر ده بتستغرب جدا وبتقعد على الأرض وبتبدأ تمسك السندوق اللي كان مفتوح وكان فيه الورقة بتاعت أسيا بتدخل مرة واحدة أسيا وبتقول لها مش غريبة يعني يا خديجة عادي في حد بيدخل كل مرة عندنا في الغرف وبيعمل حاجات غريبة لكن بترد وبتقول إن مفيش أي حاجة نقصة بترد أسيا وبتقول لها عادي ما هو يعني اللي بيفتش برانا في الغرف ده مش بياخد حاجة على الإيمان بس هو عايز يزبط لنا إن هو موجود قرد لها بس الكلام بتاعك ده خطير جدا قرد لها فعلا كلامي خطير والأخطر إن الإنسان ده مجهول ومش عارفين هو ليه بيدخل غرفنا وليه عايزي بيين لنا إن هو موجود طبعا أثناء كلامهم بتدخل بعد كده الخادمة وبتقول لأسيا إن فيه واحد مستنية تحت ولما بتنزل أسيا بتشوف ماجد بتقوله أنت جاية تتطمن عنها فهد فهد كويس قال لها لأ أنا جاية تتطمن عليك إنتي قالت له أنا ليه يعني قال لها أنت كبيرة العقلة بتاعتهم فجيت علشان خاطر أتطمن عليك خاصة أن أنت تقريبا كده مرتي بنفس ظروفهم ولا إيه قالت له أنا حاسة أنت ورق كلام كتير عايز تقوله فيه حاجة معينة عايز تقولها منصور بيروح لأخوه فهد ويقوله أنت كويس قال له لسه فاكت دلوقتي إن يليك أخ قال له أيوة طبعا أنت أخويا ومهما حصل برضو هنفضل خوات قال له أيوة بس أنت مسدقت مسكتلي على الغلطة ويعني خلاص سبتني قال له بانت مؤترف إن الغلط قال له لأ غلطان من وجهة نظركو قال له عمتا إحنا أصلا متجاوزين ستات باعوا أهليهم مشترونا ومش بعيد إن هم أصلا يبعوني علشان خاطر يشتروا حد تاني عمتا أنا جاي علشان أتطمن عليك أنت ما زلت برضو أخويا قال له يعني كان لازم يحصل جريمي تقاتلع علشان تيجي تتطمن علي قال له معلش أنا فعلا خفت عليك ووجودك في البيت ده أنا مش مرتاح له الناس دي أصلا مش بييجي من وراهم خل المصائب إذا كان في يوم الفرح يحصل كده أمه البقى حياتك معهم عاملة إزاي أنا عايزك تيجي عندنا الفيلا ولو عايز تجيب مرتكاتها عادي هي كده كده جت أصلا عندنا قبل كده لكن بيرد بيقوله ما ينفعش خلاص ما ينفعش إن أنا أجي وما ينفعش كمان إن هي تيجي بيقوله ليه ما ينفعش رد وقال علشان خاطر شهد هتموت البقى ضعيف وما تستحملش الحمل والولادة وأنا حفضا معاها من هي بعد كده جدا موزنا بتتكلم مع باسل باسل بيقول لها أنت اللي قلت لي ياسمين تيجي قالت يا فهمتني غلط أنا كنت بقولها تبقى قوية وتعمل اللي هي عايزاه لكن هي عندي تسابة البيت على فكرة أنا كنت عندها من شوية قال لا طيب يعني إيه اللي حيحصل في الموضوع ده أي نعم طبعا ياسمين تقعد على عيني وعلى راسي فيش أي مشكلة لكن برضو أنا نازم أعرف إيه نهاية الموضوع ده أنا كنت مسددت إن هي رجعت لجزهة وبدأ يبقى مع بعض كويسين لكن الجيد داموزنا بتقول له إن شاء الله يصير خير ما تقلقش أنا لح خلص الموضوع ده أنا أقتلها خليك قوية وعمل لي حاجة لأنت عايزها لكن منصورة عندي جدا ورافض الشغل بتاعها كمضيف الطيران بيرد باسل وبيقول هو كمان أصلا من بداية ما كانش موافق على الشغل الخطرة دي لكن الجيد داموزنا بتقول مش مهم الشغل أنا خطرة ولا لا أهم حاجة إن هي لأيا نفسها فيها ما تقلقش الموضوع ده عندي وأنا حخلصه أسيا بتروح لإبراهيم و بتقول له اللي يحصل في التحقيقات يبابيني وبينك إيوا عتعرف بي حد لا شهد ولا حور ولا حد ردوا وقال لها ليه يعني قالت له كده يعني هم أصلا حالتهم نفسها وحشة لكن بيردوا بيقولهم ما لازم يعرفه ولازم كمان يعرفه ويتطمنوا على أخوهم ردت وقالت أخوهم مين بالزبط بيبصلها ويقول لها ما أنت عارفة قصدي على مين أنا فاهم قصدك أنت مش عايزة مريم تدخل في الموضوع ولا في التحقيقات قالت الأيوة طبعا لأنهم أكيد حيسألوها لأنها المفروض أن هي بنت يوسف بيردوا بيقول لها الموضوع ده مش موضوعي لكن أي حاجة تحصل في التحقيقات المفروض الكل يعرفها والكل يتسأل فيها لأننا كنا كلنا موجودين مشاهدين على الجريمة دي وخاصة أن فارس رافض تماما أنه هو يتكلم ولا يقول حاجة ولا يقول إيه سبب ويتدافع وورا كده بترد أسيا وبتقوله أنت عارف كويس بالزبط فارس ليه عمل كده راشد بيروح عشان يتطمن على حور وبيقول لها عاملين إيه إيه الأخبار دلوقتي سوف بتسأل على يوسف بترد حور وبتقول إن هو موجود هناك عند التحقيقات علشان خاطر يخلص الموضوع ويقفل القضية علشان يدفن هايفا طبعا الكل متأثر جدا باللي حصل ده وقاعدين وبيعزوا حور وراشد بيقول أي حاجة تحتاجيها اطلو بيها مني وإحنا موجودين اللي حصل طبعا ده كان صعب جدا عليكم أثناء قعدتهم مرة واحدة بتيجي شهد وبتيجي وبتنفجر وبتقول له طبعا يا عمي حنكلمك علشان خاطر نشوف طبعا أنت ممكن تساعدنا إزاي صح؟ طبعا ما أنت عمنا بيقولها أنت ليه بتتكلمي كده قالت له عشان أنت أصلا ما بتعملناش أي حاجة أنت في العيلة يعني تقريبا زي قلتك يعني كان لازم يحصل جريمة علشان تبقوا كلكو كده تيجوا وتبقوا جنبنا وطبعا كانت بتنرفزة جدا وبتتخاني وبتعلصتها وحور بتحاول إن هي تهديها لكن ما شاعل بتقول إن شكلها حالتها النفسية وحشة يا جماعة خلينا نسيبها ونرجع لها بعدين شاهد بتبص لها وبتقول لها طبعا لما تحصل جريمة تانية مش كده أنتوا أصلا بحدش بيشوفكو غير في المصايب والجرائم أنتوا محسوبين علينا كعيلة من غير أي لازمة راشد طبعا بياخد عيلته وبيمشي بعد ما تحزق جامد من شهد اللي ما كانتش طيقاه خالص في البيت أسيا بتخلص كلامها مع إبراهيم وبتخرج وبتلاف وشها نواف خارج من مكتبه بتقوله شفت اللي حصل أظن اللي حصل في يوم ملكتك أهوا بكتير على أقل انت لسه عايش ما حصل لكش حاجة لكن بيردوا بيقولها على فكرة اللي حصل في عندكو ده الجريمة اللي حصلت دي ممكن أنها تنعاد تاني بتردوا بتقوله أيوة تنعاد بس مش عندنا عند ناس تانية لأن احنا بنتعلم من غلطنا الفاشل هو اللي بيقرر نفسه ومعندوش أي أفكار لكن الناجح هو اللي دايما بيشغل مخه وبيفكر ويردوا بيقولها أوعدك حتشوفي دلوقتي مفاجآت كتير جدا بس أتمنى أشوف منك حاجة تبهرني صراحة وبتمشي وبتسيبه نواف بيروح المكتب عند زيد وبيقوله ما توقعتش إن يلاقيك هنا قال له أنا كمان ما توقعتش إن أنت تتحرك وتتصرف زي ما قلت لك كده بالسرعة دي قال له أيوة طبعا وإيه بقى خطوطك الجاية إن زمك يعني إيه خطوطك الجاية يا زيد زيد بيرد وبيقوله طبعا حستخدم سلطاتي وحوقف المشروع بيقوله طيب يعني وقته دلوقتي قال له النهاردة أنسى بيقوم من لايه بعد كده مشاعل بتروح بتتكلم مع حور في الجنينة وكانت عايزة تقولها على حاجة خطيرة في البداية بتقولها حور يا رب بس ما يكونش عمي راشد زيال بترد وبتقولها لا عادي يعني شاهدة عصبية شوية أصلها يعني بتاخد حبوب مهدئة مش زيك انت عقلة حور بتتصدم وبتقول أختي أنا شاهد بتاخد مهدئات قالت أيوة بس بتنكر بتقول لها مش بتاخد حاجة وخالتك أسيا هي اللي قالت إن هي بتديها المهدئات دي بتتصدم طبعا حور وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص لأحداث الحلقة 553 من مسلسة المراسة يارب ملخص يكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد واستنوا بقى الحلقات واحنشوف المغامرات الجاية من المسلسة المراسة أحبكم مرة باي باي